الكثير من التحركات غير المرئية والاتصالات بين الأطراف ذات العلاقة بالملف اليمن تجري الآن على أمل إيجاد بعض التنازلات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية وكالة الأنباء التابعة لميليشيا الحوثي قالت إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعا القياد في الجماعة مهد المشاط إلى زيارة طهران ووفق الوكالة فإن الرئيس الإيراني أعرب عن أمله في وقف الحرب وإنهاء حصار اليمن وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أعرب عن استعداده وتمنيه لزيارة اليمن من جهته أورد موقع الرئاسة الإيراني أن الرئيس رحب بالإفراج عن الأسرى الموالين للحوثي مؤكدا أن ذلك حصل نتيجة مقاومة الناس كما رحب بنتائج المفاوضات الأخيرة حول حل القضايا اليمنية معربا عن أمله في استمرار المباحثات السياسية واستتباب هدنة دائمة في اليمن هذه التطورات تأتي في وقت يستعد فيه الحوثيون لعقد جولة مباحثات جديدة مع السعودية بعد عيد الفطر كما ذكرت الجماعة في وقت سابق الواضح أن إيران تسعى لممارسة نوع من الضغوطات على ميليشي الحوثي لتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى تسوية بينهم والسعودية حاجة طهران إلى التهديئة مع السعودية ملحة في الوقت الحالي ولا ترغب بأن تصطدم بأي من الملفات التي تديرها وتستخدمها أوراق ضغط لتحقيق مصالحها الوطنية وتعميق دورها الإقليمي